بسم الله الرحمن الرحيم ما زلنا نتابع النماذج التنظيمية المختلفة حيث تناولنا في الجزء السابق التنظيم حسب الوظائف وفي الجزء التالي سيتم تناول التنظيم حسب العملاء حينما يتم التنظيم الإداري على أساس تقديم أحسن الخدمات إلى العملاء فإن التقسيم المطلوب هنا يكون على أساس تصنيف هؤلاء العملاء ومن ثم تخصيص مجموعة من رجال البيع لخدمة كل طنف من هؤلاء العملاء قد يتم التقسيم على أساس الجنس أو العمر كما يحدث في متاجر الأقسام حيث نجد أن هناك أقسام للنساء وأخرى للرجال وأخرى الأطفال أو كما يحدث في البنوك يتم تصنيف العملاء على أساس العملاء الصناعيين أو الزراعيين وبالتالي فإن الهدف من هذا التنظيم هو تقديم خدمات أفضل للعملاء وخاصة إذا متسع نطاقهم وتعددت متطلباتهم من حيث الجودة والسعر وشروط البيع ويقدم هذا التنظيم المزايا الآتية أولا تقديم معلومات وسعر المنظمة عن طبيعة العملاء الذين تتعامل معهم والكيفية التي يتم تحقيق التوافق مع رغباتهم وبالتالي تحقيق أهداف المنظمة إلا أن ذلك لا يمنع من وجود بعض العيوب لهذا التنظيم واحد صعوبة التنصيق بين أقسام العملاء المختلفين وبين الإدارات الأخرى بالمنظمة اثنين قد يترتب على هذا النوع من التنظيم عدم الاستغلال الكامل لإمكانيات المادية والبشرية المتاحة في كل قصف وخاصة في الأوقات التي ينخفض فيها الطلب من نوع معين من العملاء ويمكن توضيح التقسيم والتنصنيف حسب العملاء في الشكل التالي فنجد مثلا في منظمة يمكن تقسيم عملائها إلى تجار التجزئة وتجار جملة ومؤسسات صناعية أو في بعض المنظمات كما منظمات المتاجر نجد أن يمكن تقسيم العملاء إلى قسم السيدات وقسم الرجال وقسم الأطفال بعد ذلك سنأتي إلى التنظيم حسب المناطق ووفقا لهذا التنظيم فإن تجميع الوظائف يتم على أساس المناطق الجغرافية وتتيح من ثم كل منطقة جغرافية مستقلة عن مناطق الأخرى إداراتها ونشاطاتها وموظفيها وارتبط تطبيق هذا النوع في التنظيمات الكبرى ذات المناطق التوذيعية المتعددة ويمكن توضيح هذا التنظيم في الشكل التالي فنجد أن هناك مديرا تم تقسيم المنظمة إلى منطقة وسطى ومنطقة جنوبية وأخرى غربية ومنطقة شرقية وأخيرا منطقة شمالية وكل منطقة منها تتولى إدارة نفسها بإدارة مستقلة في إدارات الإنتاج والأفراد وإدارات التسويق وإدارات التمويل ويحقق هذا التنظيم المزايا التالي أولا أعطاء الأهمية لكل منطقة وفقا لظروفها المحلية وظروفها الإنتاجية والتسويقية اثنين الحصول على الوفرات الاقتصادية الناجمة عن الظروف المحلية بكل منطقة ثالثا صهود الاتصالات بين فرع المنظمة والأطراف الخارجية المحلية أربعة يعتبر وسيلة جيدة لتدريب المسؤولين المحليين وتأهيلهم لفرص أعلى سواء في المركز أو الفرع أو في المركز الرئيسي إلا أن هذا التنظيم له بعض العيوب التي يمكن إجمالها فيه واحد ضروط توفير عدد كبير من المسؤوليين والإداريين الأمر الذي لا يتوفر في المناطق الأخرى ومن ثم لابد من استعانى بالمركز الرئيسي لتوفير تلك الاحتياجات اثنين صعوبة الرقابة الإدارية نظر لبعد الفرع ثالثا صعوبة تقديم وصيانة الخدمات المركزية المقدمة للفرع الأمر الذي قد يؤدي إلى شلل أو تأخر في بعض العمليات أما التنظيم حسب المنتجات وهو النوع الرابع تتولى الإدارة في هذا النوع من التنظيم الاهتمام بالمنتجات من أجل الاستفادة من التخصص وكذلك سهولة التنصيق والاتصالات داخل خطوط الإنتاج والحافز والعامل الأساسي لوجود هذا النوع من التنظيم هو نمو حجم المنظمات وبالتالي تعقد عملية الإشراف الإداري إذا كان التنظيم القائم هو التنظيم حسب الوظائف وفي التقسيم الإداري حسب المنتج نجد أن كل قسم إنتاجي يكاد يكون إدارة مستقلة بين كامل عن الأقسام الإنتاجية الأخرى ولكنه يعمل في إطار الأهداف العامة للمنظمة ويحقق هذا التنظيم المزال آتية 1. تركيز مسؤولية تحقيق الأرباح على كل قسم إنتاجي في المنظمات الربحية وتحقيق الأهداف الاجتماعية في المنظمات غير الربحية 2. نظر الوجود كل الوظائف الإدارية تحت إشراف مدير واحد وهو مدير القطاع فإن هذا يحقق نوعا من التنصيق بين نشاطات الوظائف المختلفة 3. يقدم هذا النوع من التنظيم وسيلة تدريبية لمدير الأقسام الإنتاجية ومساعديهم الأمر الذي يؤهلهم إلى ملاكز إدارية أعلى 4. يتيح هذا التنظيم للمنظمة فرص النمو والتطور من خلال التوسع والتنويع في منتجته لكن هذا التنظيم قد يؤخذ عليه بعض العيوب التالية 1. يتطلب مؤهلات إدارية متعددة لشغل الوظائف المختلفة في كل قسم 2. صعوبة الإشراف والمتابعة من قبل الإدارة العليا وأخيرا عدم الاستفادة من الخدمات المركزية مما يؤدي إلى سوء استغلال الموارد والإمكانيات المتاحة في المنظمة 2. صعوبة الإشراف والمتابعة من قبل الإدارة العليا